إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من خبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وتبعوا أحسن ما أذل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أذل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بختة وأنتم لا تشعرون أتقول نفص يا أثرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الفاخرين أو تقول لو أن الله أداني لكنت من المتقين أو تقول إن ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على لا يوجوهم مصودة أليس في جهنم مصودة للمتكبرين ويوم القيامة وينجي الله والذين اتخوا بمفاذتهم لا يمصوم القيامة ولا هم يحزنون يونجي الله ويوم القيامة ويوم المترجمات اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 شكراً لكم 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 وأقصدوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوائكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الوداع يا أيها الناس أتضرون في أي يوم أنتم وفي أي شهر أنتم وفي أي بلد أنتم قالوا نحن في يوم حرام وفي شهر حرام وفي بلد حرام قال فإن دماءكم وأوالكم وأعراضكم حرام لكم حرام كيومكم هذا وفلدكم هذا كلكم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربين على عجمي ولا لعجم على عربين ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم أقرقاها وبعض وعليكم بسمع وطاعة ومن يطع الله ورسوله وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وكفاء بالله علما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عديما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا الحمد لله الذي أدانا لهذا وما كنا لنهتديا لو لا نهدان الله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المرتضى وعلى آله وصحابته ومن والاها أما بعد ويا عباد الله اعلموا يرحمكم الله إن يومكم هذا يوم عظيم حضره عظم الله حرمته وبارك الله فيه فأكثروا فيه من الذكر والصلاة والتصبيح والتكبير والتحميد والتهليل والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واسألوا الله فيه خيرا كثيرا للعباد والبلاد إنه عيد الأكبر عيد الأضحاء وسنة النبي وسنة أبيكم إبراهيم والأضحية سنة واجبة على كل من استطاع من المسلمين وهي شهات تضبح ضحاء وملعيد ويتقرب بها إلى الله تعالى وقد ضحى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضوان الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال أن غالت أن النبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضحى بكفشين أملحين أقرنين وقال في الأولى هذا عني وعن أهل بيتي وفي الثاني هذا عن من لم يضحي من عمتي وعن أبي أيب الأنصاري رضي الله عنه كان الواحد مننا يضحي منه وعن أهل بيته ولا يباع شيء من الأطحية لا لحم ولا جلد ولا غيره فإنما يؤكل منها ويتصدق بيها وتوجه المذبوحة إلى القبلة وليقول ذابع بسم الله الله أكبر فإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا اللهم سيجب رب يالغاني ننغول فذلك أحسن وواسع ننغول إليان اللهم ربنا تقبل من عبسهم اللهم وتوالينا يا مولانا جلت واب الرحيم ربنا جلنا ربنا في اللهم والإخواني لذينا سبقنا بالإيمان ولا تجرجح لهم لذينا آمنوا ربنا إنك روح رحيم اللهم جل بلادنا كامية بلدا آمنا ملمعين يا تاريس بارخدا من كل مكان ونجنا من كل بلا وقلا وطاون وسيدا وغباء تأذن جمز ذلك بلادنا خاصة بلادنا المسلمين عاما برمات الله وسلم على سيدنا من ذلك الفاتح لما أخلقها الخاتل وعلى سبحت عشر أقبله والهدي إلى ساتف ومساقه وعلى آله حقا خدري ومجدان عظيم سبحانا ربك رب العزيزة عمى وقت دوخاني بلادنا مجرد وقت دوني casi دوني من حتى السابق ستريعنا وقت دوني بلادنا مجرد وقت دوني ترجمت وحتفاء انخوصنا يومي Editorialي وقت دوني وقت دوني ساعة من هل يطير وقت اجنز وقت دوني اجنز وقت دوني صوت وقت دوني ياب أبوت تحب بحديث تحصل الأمور. بحديث تحصل الأمور محسنًا. لقد تدوا حكوم المدة فية فيها المدينة. لقد إن يسعدنا التحصل الأمور مبلدينة. لقد عملت تحصل الأمور مبلدينة لأسجار الأمور. إذا فبتل، قال اللعبة الأمور ملتزوجة نحو building. لكن ما سوف يسعد الأمور. لكن سوف يعطي بنجز مبلدينة لنبيى المزعين المبلدينة. سوف ينجم تحصل الأمور إلى المنزاق. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله وأعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قبضا حسنا فيضعفه له أضعفا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قاني اشتركوا في القناة